شيع في بغداد اليوم جثمان المخرج العراقي الكبير فيصل الياسري بحضور العديد من الشخصيات الفنية والثقافية والاجتماعية المشيعون أكدوا في أحاديث للعراقية الإخبارية إن الراحلة كان واحدا من كبار شخصيات الفن والثقافة العراقية والعربية ووفت المنية الراحلة الياسري عن عمر نهز تسعة وثمانين عاما شكرا لهذه المحبة شكرا لاهتمام الدولة شكرا للعراق الحمد لله والشكر الياسري عاش حياة مليئة بالإنجاز وكان رجل مؤثر وفي رحلة الأخيرة شاف تأثيره من الناس من الزملاء من التلاميذ من الأنداد من أولاده الحمد لله أنا أقول وداعا لك أيها الياسر الكبير أستاذ فيصل ياسري قام عراقية كبيرة نفخر بها وبإنجازاتها ومآثرها الكبيرة هو يمكن غادر جسدا لكن باقي من خلال أعماله من خلال إنجازاته من خلال كل ما يمتع العائلة العراقية ويفرح الأطفال هو صاحب افتح يا سمسم أغلق الآن سمسم أبوابه لإنصان على الفرح قد غادر الحقيقة اليوم نحن بودع شخصية مهمة جدا بالعلم من علام العراق الثقافة اللي تتمثل بالسينما والتلفزيون والمسرح هو كاتب وشاعر ومخرج وخرج إجيال عديدة من الفنانين على يده اشتغل الوحيد في أغلب الدول العربية رحيل قامة كبيرة قامة فنية وفكرية وإعلامية قدمت الكثير لكل الأجيال وكان معلم لكل الأجيال خسرنا قامة كبيرة عزائنا الوسط الفني والعائلته